أهدنا الكرام، صحيح أن الحرب حامية في سوريا، لكن نواقص الخطر لا تهدأ في طهران فالمشروع الذي قتل في سبيله قاسم سليماني يتبدد اليوم طريق طهران بيروت لم تعد سالكا مع تسارع الأحداث وتبدل الخرائط، هناك ثلاث مناطق يجب مراقبتها في المرحلة المقبلة المنطقة الأولى هي البوكمال التي تعد بوابة العبور من العراق إلى سوريا الثانية هي تدمر حيث يوجد طريق آمنة بالنسبة للميليشيات الإيرانية في المناطق السورية أو في البادية السورية على وجه التحديد أما المنطقة السالثة فهي القصير في ريف حمص الجنوبي حيث يتمركز عناصر من حزب الله ويمتد نفوذه في هذه المنطقة التي تعتبر بوابة التهريب بين سوريا ولبنان بالنسبة لمنطقة البوكمال هذه النقطة الحدودية مع العراق فإن النتائج بدأت تظهر للعملية العسكرية التي أعلنها مجلس دير الزور العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية قصد ضد الجيش السوري والميليشيات الإيرانية المتحالفة معه في تلك النقطة إذ أعلنت عن السيطرة على سبع بلدات شمالية دير الزور على الضفة الشرقية لنهر الفرات في هذه المنطقة إذن هذا هو نهر الفرات هذه هي المنطقة التي تمدد من البوكمال إلى دير الزور في هذه المنطقة التي باتت خارج سيطرة الجيش السوري والفصائل الإيرانية بشكل كامل بحسب عدة مصادر في تدمر وسط سوريا كذلك الأمر هي نقطة استراتيجية هامة على هذا الطريق الذي قطع اليوم التي كانت تعتبر هذه المنطقة ملاذا آمنا لميليشيات إيران لكنها لم تعد كذلك اليوم بعد اقتراب الفصائل السورية من حمص من عدة نقاط شمالية إذا اقتربت هذه القوات من حمص وتمكنت من السيطرة عليها فإن حكما تدمر تصبح خارج خدمة ميليشيات إيران ولكن أيضا الضربات الإسرائيلية التي توسعت جويا خلال الأيام الماضية على عدة مواقع في هذه المنطقة استهدفت اجتماعا لعدد من الفصائل الإيرانية الذين كانوا يجتمعون مع قياديين من حركة النجباء وحزب الله في هذه المواقع كذلك أغارت الطائرات الإسرائيلية على موقعين في حي الجمعية في هذه النقطة في تدمر وأيضا استهدفت مستودعا للأسلحة والذخائر أما في منطقتين القصير والقصر نتحدث هنا عن الحدود السورية اللبنانية المنطقة التي يسيطر عليها حزب الله بطبيعة الحال شرقي منطقة الهرمل في لبنان فقد قشف مصدر عسكري لبناني لقناة الحدث أن أكثر النقاط التي كانت تتم فيها عمليات التهريب ونقل العتاد العسكري والذخائر لحزب الله تتواجد في منطقة رأس بعلبك في هذه المنطقة في البقاع الشمالي وبلدة القصير داخل الحدود السورية كان يستخدم حزب الله أيضا معبرا يبدأ من بلدة النبيشيت هنا في منطقة البقاع هذه المنطقة التي تمتد من خلالها عبر قواتها حزب الله من خلال الجرود اللبنانية في هذه النقاط عبر بلدة جينتا وأيضا قرية الشعرة قبل أن ينحدر باتجاه مدينة الزبداني ومن ثم لأن يصل إلى العاصمة السورية دمشق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر